نحماية المواطنين ضرار المواد المنتهية الصلاحية مسؤولية جسيمة طلبوا تعاون كافة الفاعلين نحن اليوم بإشراف من والي الولايات الأصابة ورفقة الحاكم المقاطعة والسلطات الأمنية والإدارية والقضائية والعسكرية والمجتمع المدني لعملية إتلاف كميات معتبرة تقدر بمئة طن من شتاء نواع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والمواد التجميل ومواد الصيدلانية ضبطت فرق حماية المستهلك طيلت الشهرين سبتمبر أكتوبر وبداية نوفمبر هذا هذه الكمية كانت حصيلة هذا الشهر الاثنين واللي كانت الرقابة فيها مشدة خاصة على الأسعار وعلى الإسراء أعمالي في ضبط المواد المنتهية الصالحية وإبعادها عن المواطنين وهذه النتيجة اللي خلقت اليوم اللي جاتها هذه الناس كاملة من أجل تترفها عن المواطنين ومن أجل نقولوا نحن ننطهر أسواقنا من المواد التالفة المواد السامة المواد اللي مسرطينة المواد اللي استهلاكها خطيرة ونحن نشكر التجار اللي تعاونوا معنا وصرحونا يسوى كانوا صيدة لانيين ويسوى كانوا تجار جملة أو تجار سقط بيك المواد اللي عندهم صرحونا بيها وجابوهانا وهي خلطة معي المواد اللي صادرنا نحن أرى أن نشاكلين عليكم ونختاروهم كاملين يعودوا يحذو حذوة هذا اللي في تقليق سابقهم موسيقى